استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نائبة أمين عام الأمم المتحدة أمين محمد والوفدة المرافقة لها وأوضح متحدث رئاسة أن رئيس السيسي أشهد بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة الإيجابية فيما يتعلق بما تواجهه المنطقة من تحديات تناول هذا اللقاء أيضا سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة حيث تم استعراض الدور المصري في مختلف محاور التعاون متعدد الأطراف خاصة الأمن والسلم وتغير المناخ وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كما تطرق الاجتماع إلى الجهود الجارية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين والجهود المصرية المكتفة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وما تلاقيه منها راقيل وقد شدد الجانبان على أهمية الدور المحورية الذي تقوم به وكالة أونروا في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية بالقطاع والتي تستوجب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي في هذا الصدد وأضاف متحدث رئاسا أن الاجتماع تناول كذلك الأوضاع في السودان حيث أكد الرئيس السيسي حرصى مصر على وقف إطلاق النار وحماية مقدرات السودان وشعبه الشقيق ومؤسسات الدولة وسيادتها مشددا على ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية والإقليمية لتقديم سبل الدعم كافة لإنهاء الأزمة السياسية والمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق من جانبها أشادت نائبة الأمين العام بالدور المصري النشيط وذلك في المحافل الدولية خاصة الأمم المتحدة وبدفع مصر الدؤوب تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة بهدف تجنيبها مواجهة إقليمية قد تكون لها تبعات شديدة السلبية إقليميا ودوليا كما شددت أيضا على تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني المحوري الذي تطلع به مصر في ملف اللاجئين بالمنطقة وما تتحمله من أعباء في هذا الصدد مؤكدة حرص الأمم المتحدة على استمرار وتكثيف التنصيق والتعاون الفعال مع مصر على جميع الأصعيدة